السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي يعملون ايه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة اللذيذة دي كيكة الطايجر شكل حلو جدا وطريقتها سهلة نبدأ مع بعض اول حاجة عندنا في الخلاط هنحط قبية ونص من السكر وبعد كده هنحط عليهم ثلاث بدوت وكمان بكوين من الفانيليا زي ما انتم شايفين بالطريقة دية بعد ما ننزل بكوين الفانيليا ممكن نستعمل فانيليا سائلة ما فيش اي مشكلة هنحط نص كبية من الزيت وهنضيف كمان كبية من الحليب ونبدأ نضرب المكونات كلها في الخلط بتاعنا لغاية ما المكونات كلها تندمج مع بعض والسكر يدوم بعد ما نخلط المكونات كلها كويس جدا مع بعض هنبدأ نجيب البولة بتاعتنا ونفنزي فيها الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين عشان هننزل عليه بالضيئ جبت المصفة بتاعتي وبدأت ان ننزل بأول كبية من الزيت زي ما انتم شايفين بحب ان نخل الدقي بتاعي في كيكات عشان ما يبقاش فيه تكتلات او اي حاجة في الدقي بتاعي بتنزل في كيكة بتاعتي وما تبقاش نعمة احنا عايزة كيكة بتاعتي يبقى الخليط بتاعها ناعمة زي ما انتم شايفين نخلت اول كوبية وهبدأ انزل بالكوبية التانية وكمان كيس البيكن بودر هنخلهم كويس جدا مع بعض وبعد كده ادمج جميع المكونات المكونات الجافة مع المكونات السيلة وهضيف كمان ربع معلقة من الملح هبدأ اقلب الكيكة كويس جدا مع بعض مع ديالة وعتما احس ان دي اختفى خالص من الكيكة بتاعي زي ما انتم شايفين وما بفيش اي تكتلات او اي ديء خالص ظهر هقلب من تحت الفوق عشان اطلع اليدية اللي بيبقى نازل تحت هنا انا جبت بولا تانية وبدأت اقسمت المكونات بتاعتي على نصين حطيت جزء في البولا التانية والجزء ده هبدأ ان ازل عليه نص كوب بيت دقيق اللي قلتلكو عليها في الاول هقلكو ام تحطها دلوقتي ده وقتها والجزء التاني هبدأ انزل عليه بتلات معالق من الكيكاو الكام بردك هنخلهم كويس جدا زي ما انتم شايفين عشان مش عايزة اي تكتلات بعد كده هبدأ اقلب المكونات بتاعتي يعني هقلب الكاكاو كويس جدا مع كيك وبدأ الجزء التاني يقلب الدقيق كويس جدا انا عايزة الصمك بتاعه يبقى تقيل ما يبقاش خفيف بعد ما قلبنا كويس جدا الكاكاو مع الكيك بتاعنا وده هيبقى شكله ده صمكو هنبدأ نجيب بالسنية بتاعتنا هتكون مدهونة ومرشوشة بالدقيق طبق الدقيق خفيفة جدا وهنبدأ ننزل عليها بكيك بتاعنا طبقه من الكيك بالشوكولاتة وطبقه من كيك بالفانيليا يعني هنحط شوية من ده وشوية من ده هيدينا تذرق في الالوان وهيدينا شكل جميل جدا زي ما انتم شايفين بالطريقة دي هبدأ احط جزء من كيك الشوكولاتة وهبدأ احط شوية من كيك الفانيليا لغاية ما خلص كمية الكيك كلها وهو ريكو الشكل بعد ما خلص كمية الكيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهنا خلصنا كمية الكيك كلها الشوكولاتة والفانيليا نضينا على الخلاة بتاع الشيش هنبدأ نجيبها ونحرقها وناخد من جوه البرا ومن برا الجوه عشان يضينا شكل طايجر دينا شكل نهائي حلو جدا وهيبقى شكلها نهائي جميل لما تطلع من الفرن هو الرجل اشتركوا في نهاية الفيديو شكلها عامل ازاي وكمان تراوتها ازاي بتطلع طرية ونعمة من جوه لان احنا نخلنا دقيق ودقيق لما بننخله وبيدخل الهواء جوه كيكشيفين شكلها جميع وجمالها هنبدأ نعمل كده لغاية ما يتدينا شكل الطايجر الجميل او شكل الوردة وكمان بيقولوا عليها كيك الزبرة فليها اسامي كتير ده شكلها طحفة هنبدأ ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطوني وبعد ما تطلع هوركوا شكلها النهائي عامل ازاي وده الشكل النهائي للكيك بعد ما طلعك من الفرن شايفين شكلها وجمالها يا جماعة شايفين المنظر ولونها الدهبي طحفة تايلون كمان نقطع جزء مع بعض ونشوف شكلها من جوه وازاي هي طرية ونعمة طعمها طحفة كمان لو دقتوها هتعجبكم جدا شايفين الشكل لو الفيديو عجبكم اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتركوا للقناة وما تنسوش الكومنت الجميل زيكم كومنتاتكم بتساعدني وبتفرحني اتمنى منكم ان انتم تكتبوا لي كومنت او رأيكم في الكيكة بتاعتنا شايفيني شكلها جماعة تحفة وطعمها كمان زي شكلها اه تمنا الكيكاتكم اعجبتكم ولو اعجبتكم الكيكات انسوش تفرحوني بكم من تبتعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته